بعد ما كانت اخر لحنا لنا لمدينة بوتو بلانكو اليوم شدينا الرحل لمدينة جديدة مدينة قرطبا اعظمه اهم مدينة بالاندلس مدينة قرطبا ومدينة العلم والعلماء فيها تواجدوا العديد من العلماء بينهم عبد الرحمن الداخل وموسى بن نصير وطارق بن زياد هذه المدينة تواجد العلم والايمان في نفس الوقت وهنا ايضا كان كيتواجد الاسف محمد وغير الذي بكى قالت له وليدته الكي مثل النساء ملك مضاع لم تحافظ عليه مثل الرجال وذلك بعد ما قد تطرد العلم في الاندلس هنا كيتواجد الحانين للتاريخ مرحبا بك مدينة العلم والنور والنهضة قرطبا جوهرة العالم هذه المدينة التي كانت قبل 1000 عام تضم 2000 منزل و50 مستشفى 80 مدرسة وجامعة و900 حمام بخار النظافة كما ذكر ذلك السلطان المرواني قال كان يرى نورها القادم وإليها على بوض 15 كم قرطبا المجد الخليج أكبر وأجمل عاصمة العالم في زمانها وما سوف ترونه دليل على ذلك قرطبا المجد الخليج سوف نحاول أننا الآن نستقل لطبيس رقم ثلاثة لأنه هو اللي سوف يدين المسجد في القرطبا يعني هو أكبر مسجد في اندلوسيا سوف نحاول ونشوفوه ونصوروه دعوكم معنا موسيقى جانبات جامع قرطبا الجامع العظيم في تواجد المتحف الإسلامي الضخم هذا المتحف للسهوروجين الجارودي وللعلم ساهم في البناء ديلد المتحف الشيخة عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له شارك بمئة ألف دولار ذهب هو بقي القطر الساحة ديلد المشجد تتربع أكبر ناطحة سحاب في زمانها لما زالت تحفظ الشموخ دياله عليهم الآن سندخلوا إلى الجامعة ولكن مش كيفما دخلوا الأجداد ديرنا أجداد ديرنا دخلوا مصنعين ولكننا اليوم لندخلوا سائحين وإن شاء الله لندخلوا يوما ما فاتحين لك تدخل الجامعة توقعك مشاهد لا تستطيع وصلها واضعفوا أمامها القوة لعظمة هذه البناء والشموخ دياله والصلابة دياله ولكن هناك مشاهد لا تصدق العين بعد أن كان هذه الجامعة جامعة المسلمين ما هو اليوم سأحكي الدرس والإنجيل والله المستعان كان كيصلي في الجامعة في صلاة الجمعة 80 ألف مصلي في الوقت اللي كانت فيه باريس لا يتجاوز عدد سكانية عشرين ألف لسنة وكان يدخل يوميا إلى المجد ربعالاف طالب علم يذنون الركب أمام علماء أمام بن رشد والقرطبي وابن حزن وغير من العلماء جلس على هاته السواري ابن رشد وأملى كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد فافتكأ عليها القرطبي رحمه الله ليخرج لنا طلابه تفسير القرطبي فينتشر في أنحاء العالم وتخلف الطلاب بين يدي ابن حزم ينشر مذهبه مذهب الظاهرية في أنحاء المعمور سادوت المبادئ بكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من صره زمن ساءته أزمانه وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حالها شانه ليقول الطبيب شارل شينزر أن طالب العلم شغف بالعلم قد مكتغويش الدراسة بالجامعة إكسفورد بل كانوا يفضلون بالدراسة الجامعة فرطبة وطوليطلة ملكنا هذه الدنيا قرونة وأخضعها جدود خالدون مباشرة خلف الجامع الأعضب وفي آخر هذا الزقاء وجدنا مسجد المسلمين لا زال حفظ الآن تحوي هذه التحفة الفنية مشجد صغير لكنه حفظ الإسلام بعد أن طاردوا جميع المسلمين بعد سقوط دولة المسلمين في الأندلس بدأت قصة محاكم التفتيش كان مجرد يشكو الإسلام دي الأحد يبدو في التعديب دياله فما بالك بمن كان إسلام حقيقي استمرت محاكم التفتيش في الأندلس 350 عام بصفة رسمية استمر الإسباني ينكرون وجود محاكم التعديب تقتح ما عليهم نابوليون بونابارد وبدأ في البحث الجدي أن محاكم التفتيش وبدأوا يبحثون ويرسلون الجنود ودخلوا الكنائس وسألوا الأسقف فأنكروا ذلك حتى قدر الله يوم من الأيام أن ينسكب الماء على أحد أرضيات التنيسة فدخل الماء ولم يطقى على السطح فأمر نابوليون أن تنقب تلك الأرضيات فلما نقضوها وجدت تحتها من أدوات التعديب ما جعلهم يصعدون مباشر ويتقيقون في المالكي جوزهم من شدة ما رأوا من آلات التعديب أخذت تلك الأدوات ووضعت في المتحف الخاص لا زالت حالة الآن لتكون شاهدا للعالم على ظن الإسطان المسلمين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر